اشتركوا في القناة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الاتحاد وكافة لجان العاملة ببذل الجهود وإخراج السباق بأفضل مستوى تنظيمي وتحقيق كامل النجاح للمهرجان وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مهرجان كأس جلالة الملك المفدة للقدرة يمثل علامة فارقة في المسابقات المحلية للقدرة حيث يحمل اسم سيد الوالد صاحب الجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباقات الماضية قد فاقت التوقعات من حيث الإثارة والتنظيم المميز والمحترف من قبل الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة والإجان العاملة مشيرا سموه بأن النجاحات السابقة ستكون دافعا للجميع لتحقيق نتائج مبهرة وأفضل اليوم في السباق الرئيسي وضف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن المشاركة الواسعة في السباق الرئيسي ستكون هي مفتاح للمنافسة القوية بين جميع الفرسان والإستبلات ومن المؤكد بأن جميع الفرسان والفارسات سيطمحون للحصول على اللقب الغالي الذي يحمل اسم سيد والد صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأثنى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على دعم مجموعة جي اف اتش المالية والتي ساهمت بنجاح مهرجان حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وضف سموه بأن وجود المجموعة بمثابة تأكيد على الحرص بالمساهمة بوجود الشركات والمؤسسات البحرينية بدعم القطاعين الشبابي والرياضي هذا وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على متابعة سباق حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمسافة مائة كيلو متر والذي شهد مشاركة وحضورا واسعا وبارزا من مختلف الاستبلات والفرسان من جانبه أكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة أن الاتحاد قام خلال الأيام الماضية بتجهيز القرية لاحتضان هذا السباق كما انتهى الاتحاد من كافة الإجراءات الإدارية المتبعة في هذا الشأن الأمر الذي ساهم في استحضار كافة أسباب النجاح إلى هذا السباق المهم مشيرا سموه إلى أن الاتحاد لا يدخر جهدا في سبيل إنجاح موسم القدرة وإظهاره بالشكل المتميز وأوضح سمو الشيخ عيسى بن عبدالله الخليفة أن المتابعة المستمرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سهلت العديد من الإجراءات وأن الاتحاد حريص على تحقيق كامل النجاح وتنفيذ توجيهات سموه في إخراج السباق بالمستوى التنظيمي المميز الذي يعكس مكانة المهرجان الغالي على قلوب الجميع متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة المشاركين من الإستبلات والفرسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر